دكتورة الضيف من كيف أشار إلى نقطة مهمة موسكو كانت تقول قبل أو في بداية هذه العملية العسكرية الخاصة مثل ما تسميها بأنها عملية لمدة أسبوعين لكن انظري الآن هي تجاوزت العشرة أشهر روسيا لم تنهزم في هذه الحرب فهي على أقل تقدير تستنزف أليس كذلك؟ طبعا أستاذ نبيل هناك نقطة هامة يعني ينساها الضيف الكريم وهي بأن روسيا عندما قررت أن تقوم بهذه العملية العسكر التي أجبرت على دخولها بعد رفض تقديم ضمانات أمنية لها من قبل واشنطن ومن قبل الناتو هي كانت تريد مواجهة أوكرانيا لا تريد مواجهة الناتو ومواجهة دول أوروبية ومواجهة واشنطن هي عندما قالت بأنها عملية عسكرية خاصة هي كانت تريد من خلال مواجهة كييف فقط أما ما رأيناه بالحقيقة في الواقع هي الآن لا تقوم بمحاربة كييف هي الآن تقوم بمحاربة واشنطن والدول الأورو أطلسية والناتو دول مجتمعية يعني ما يقارب أكثر من 33 دولة هي تقوم بدعم كييف لمواصلة هذه الحرب وبالتالي ميزان القوة هنا غير عادل على العكس يعني روسيا الآن من خلال ما حققته هي تقف صامدة أمام هذه الدول التي تقوم حقيقة بتقديم زخم كبير للأسلحة دعم استخباراتي كما تفضل وذكر ضيفك الكريم من كييف واعترف بأن الاستخبارات الأمريكية والبريطانية هي من تقوم بتزويد المعلومات أول بأول الجيش أو الأوكراني حتى سمعنا بأن الكثير من العمليات العسكرية تم إدارتها من قبل ضباط أميركان وضباط حتى بريطانيين هم من يقومون بإشراف علاية العمليات العسكرية وبالتالي حتى نكون محقين ومنصفين بأن هذه الحرب هي لا تدور بين روسيا وكييف والجميع يعلم بأن لو كانت الحرب فعلا تدور بين روسيا وكييف لا فعلا لكانت أنهتها في بضعة أيام أو كما في بضعة أسابيع ولكن روسيا لا تواجه كييف روسيا تواجه الناتو ودول الأورو أطلسية وواشنطن وبالتالي هنا ميزان القوى كما ذكرت لك أستاذ نبيل غير متوازن يعني غير حقيقي لكن دكتورة توريا سؤال هل استمرار المساعدات الغربية لكييف هل سوف يجبر موسكو للعودة إلى طاولة المفاوضات من جديد في تقديرك أنا أستاذ نبيل طبعا أشك في هذه المسألة على الإطلاق يعني روسيا اليوم رأينا بأنها قامت حقيقة بإدخال اليوم ستقوم روسيا بإدخال معدات عسكرية جديدة أسلحة عسكرية متطورة من ضمنها ما أظهرته لنا اليوم مسائل الإعلام الروسية حاملة الصواريخ الأميرال غورتشكوف والتي حقيقة قامت اليوم من خلالها وزارة الدفاع الروسية بإطلاق الصاروخ المجنح تسيركون من بحر بيرينس إلى البحر المتوسط وكان يبلغ مدى هذا الهدف ما يقارب الألف كيلومتر وتم إصابة الهدف بدقة أيضا زيارة فلاديمير بوتين المجمع العسكري الصناعي الروسي وطلب من وزارة الدفاع بإدخال معدات عسكرية متطورة حديثة إلى داخل الجيش الروسي وأعداد هذا الجيش لا شك بأن هذا يعطي مؤشر كبير بأن روسيا إن جلست إلى طاوت المفاوضات ستبقى شرطها قائمة هو أن تعترف أوكرانيا بالأمر الواقع الذي فرضته روسيا على الأرض الأوكرانية وبعدها ستجلس روسيا على طاوت المفاوضات ولكن في ظل حقيقة المعطيات التي رأيناها في ظل التطور الأخير في ظل ما تروج له حقيقة الآن روسيا من بعض الأسلحة المتطورة التي إلى الآن لم تدخل في حيز الخدمة العسكرية الروسية كل هذا يعطي مؤشر بأن روسيا جاهزة إلى هذا الحرب وهي لن تجلس إلى طاوت المفاوضات مرغمة بالتأكيد يعني إن جلست ستجلس بشرطها الذي وضعته هو اعتراف أوكرانيا بالواقع الذي فرضته موسكو على الأرض